ما أن انتهى اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة حتى بدأ الكلام جديا عن مرحلة جديدة بمقاربة الملف الرئاسي بعيدا عن المبادرة الفرنسية القائمة على سلة سليمين فرنجية والنواف سلام التي رأى فيها الكثير من المراقبين وحتى المعنيين أنها سقطت وأصبحت من الماضي هذه كانت القراءة الأولى والتي استندت بشكل أساس إلى مضمون البيان الذي صدر بعد الاجتماع ما يعني أن الدورة الفرنسية تفرمل وعادت الدول الأربعة وفي طالعاتها الولايات المتحدة والسعودية إلى الانخراط أكثر في الملف اللبناني كما استند إلى حركة الموفد الرئاسي الفرنسي جونيف لودريان نحو قطر والسعودية ومشاوراته وصولا إلى عودته اليوم إلى لبنان والتي استهلها من عين التيني بلقاء جمعه برئيس مجلس النواب نبيه برري بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو على أن يلتقي على مدى يومين بأفريقاء سياسيين وعسكريين وروحيين لإبلاغهم بحسب المعلومات النعي الرسمي لمبادرته ويضع أمامهم مقررات الدوحة انتلاقا من هذه التطورات يبدو أن حزب الله من الشفوج مع لودريان أو مع الجديد الذي سيطرحه وهذا ما لمس بحسب البعض بالمواقف الأخيرة لقيادي الحزب ونوابه والقائمة على محور رفض المبادرات الخارجية وأن لا يستقوى أحد بالأجنبي فيما الأساس الحوار والتوافق الداخلي وهنا تشير المعلومات إلى أن الحزب لمس جديا بعد اجتماع الدوحة بأن الفرنسي لم يعود على موقفه القديم أي الديور الرئاسي الحكومي فرنجية سلامة وتراجع عن هذا الطرح وفرنجية لم يعد مرشح فرنسا التي تتعامل مع معطيات جديدة بدت واضحة بعد الدوحة فأما مبادرة جديدة أو نظرة جديدة أو مقاربة فرنسية جديدة سيحملها لودريان في زيارته وسيكون حزب الله سدا منيعا ضد هذا الطرح الجديد على أن الأكيد وفق المعلومات أن الحزب سيبلغ الموفد الفرنسي أن لا تنازلات لديه بهذا الموضوع على خط آخر تؤكد أوساط الحزب ألا برودة في التعاطي مع لودريان كل ما في الأمر أن رأينا واضح بما يطرح من أن ترشيح فرنجي انتهى فيما نحن قلنا أن ترشيح جهاد أزعور انتهى وهذا ما ظهر بعد التقاطع المرحلي وما نتج عنه من مواقف سياسية مؤخرا فيما فرنجية يملك 51 صوتا حتى اللحظة وتتابع الأوساط أن خلاف الحزب مع ما يحمله لودريان يكمن بفكرة المرشح الثالث في ظل وجود المرشح الجدي فرنجي كما على موضوع الحوار الذي نريده حصرا حول الرئاسة لا كما يطرح من قبلهم أي السلة الكاملة التي تبحث الوضع الاقتصادي والاستراتيجية الدفاعية والنزوح وغيرها من المواضيع نحن نشدد على أن الأولوية اليوم لانتخاب رئيسا للجمهورية الذي يدعو عند انتخابه إلى طاولة حوار وطني لبحث كل هذه الملفات وتختم الأوساط بالقول حريصون على العلاقة مع فرنسا وأكيد سنلتقي لودريان